بسم الله الرحمن الرحيم حكم حول الرفق للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال عليه السلام الرفق عنوان النبل وقال عليه السلام الرفق عنوان سداد وقال عليه السلام الرفق أخ المؤمن وقال عليه السلام الرفق بالأتباع من كرم الطباق وقال عليه السلام الرفق مفتاح الصواب وشيمة ذوي الألباب وقال عليه السلام التلطف في الحيلة أجدى من الوسيلة وقال عليه السلام اخلط الشدة برفق وارفق ما كان الرفق أوفق وقال عليه السلام أفضل الناس أعملهم بالرفق وأكيسهم أصبرهم على الحق وقال عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى يحب السهل النفس السمح الخليقة القريب الأمر وقال عليه السلام إذا ملكت فارفق وقال عليه السلام إذا عاقبت فارفق وقال عليه السلام إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا وقال عليه السلام بالرفق يتم المروءة وقال عليه السلام خير الخلائق الرفق وقال عليه السلام رأس العلم الرفق وقال عليه السلام عليك بالرفق فإنه مفتاح الصواب وسجية أولي الألباب وقال عليه السلام لكل دين خلق وخلق الإيمان الرفق وقال عليه السلام ليكن أحضى الناس عندك أعملهم بالرفق وقال عليه السلام نعم الرفيق الرفق وقال عليه السلام نعم الخليقة استعمال الرفق وقال عليه السلام لا يجتمع العنف والرفق وقال عليه السلام لا سجية أشرف من الرفق وقال عليه السلام نعم المرء المعروف وقال عليه السلام الرفق مفتاح النجاح وقال عليه السلام الرفق مفتاح الصواب وقال عليه السلام الرفق يفل حد المخالفة وقال عليه السلام اليمن مع الرفق وقال عليه السلام الرفق يؤدي إلى السلم وقال عليه السلام ارفق توفق وقال عليه السلام بالرفق تدرك المقاصد وقال عليه السلام بالرفق تدوم الصحبة وقال عليه السلام عليك بالرفق فمن رفق في أفعاله تم أمره وقال عليه السلام لن لمن غالضك فإنه يشك أن يلين لك وقال عليه السلام وقال عليه السلام من عامل بالرفق وفق وقال عليه السلام من استعمل الرفق غنم وقال عليه السلام من ترفق في الأمور أدرك أرضه منها وقال عليه السلام من استعمل الرفق استدر الرزق وقال عليه السلام من علامات الإقبال سداد الأقوال والرفق في الأفعال وقال عليه السلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وقال عليه السلام ما استجلبت المحبة بمثل السخاء والرفق وحسن الخلق وقال عليه السلام لا ندم لكثير الرفق وقال عليه السلام الرفق يسر الصعاب ويسهل شديد الأسباب وقال عليه السلام بالرفق تهون الصعاب وقال عليه السلام كم من صعب تسهل بالرفق وقال عليه السلام من استعمل الرفق لان له الشديد وقال عليه السلام الرفق في المطالب يسهل الأسباب وقال عليه السلام أل انكنفك وتواضع لله يرفعك وقال عليه السلام أل انكنفك فإنه ميون انكنفه يستدم من قومه المحبة وقال عليه السلام بلين الجانب تأنس النفوس وقال عليه السلام من لانت كلمته وجبت محبته وقال عليه السلام من لم يحسن الاستعطاف قوبل بالاستخفاف وقال عليه السلام من تل حاشيته يستدم من قومه المحبة وقال عليه السلام من لم يلن لمن دونه لم ينل حاجته وقال عليه السلام لا تصعرن خدك وألن جانبك وقال عليه السلام الرفق لقاح الصلاح وعنوان النجاح وقال عليه السلام أفضل شيء الرفق وقال عليه السلام أكبر البر الرفق وقال عليه السلام وبالكي ترجمة نانسي للد MI